تنطلق في كوديفوار غدنا السبت بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في نسختها الرابع والثلاثين حيث يجمع اللقاء لفتتحي منتخبي كوديفوار وغينيا بيساو بإدارة تحكيمية مصرية يقودها أمين عمر ويشارك منتخب مصر في البطولة على رأس المجموعة الثانية والتي تضم أيضا منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزنبيقة يستعدف المنتخب الوطني التتويق باللقب للمرة الثامنة في تاريخه المنتخب الوطني يدخل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوديفوار سعيا بقوة إلى تحقيق اللقب الثامن وتحطيم رقمه القياسي الذي يملكه كأكثر المنتخبات حصدا للقب القرية برصيد سبع بطولات منتخب الفراعنة حصد النسخة الأولى للبطولة في عام 1957 وحافظ على اللقب في عام 1959 لكنه غاب عن التتويق القاري حتى عام 1986 ليفوص باللقب القاري الثالث خلال البطولة التي استضافتها القاهرة وقد شهدت الفترة من عام 1988 إلى عام 1996 انتكاسة كبرى لمنتخب مصر بخروجه من دور المجموعات ودور السمانية ليتألق في عام 1998 ويعود إلى منصات التتويق وتنال مصر كأسها الرابع رفقة المدير الفني القدير محمود القهري وبدأ عصر المعلم حسن شحاتة حيث توج الفراعنة بالبطولة لسلاس نسخ متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 لترفع ألقابها إلى سبعة ثم بغرابة غاب منتخب مصر عن التأهل للنهائيات في سلاس نسخ متتالية من عام 2012 و2015 وفي نسخة 2017 كاد منتخب مصر أن يتوجب اللقب القرية السامن بوصوله إلى النهائي لكنه خسر أمام أسود الكاميرون وفي نسخة عام 2019 بالقاهرة لم يقدم الفراعنة المستوى المأمول وخسروا أمام جنوب أفريقيا وعلى أرضهم في دور الستة عشر وخرجوا مبكرا في صدمة جماهيرية كبيرة وفي النسخة الأخيرة من عام 2021 عاد الفراعنة للتألق من جديد وبلغ المنتخب الوطني النهائي لكنه لم يتمكن من حصد البطولة وخسر المباراة النهائية أمام السنغال بركالات الترجيح فهل ستكون نسخة 2023 فألا خير على الفراعنة لحصد اللقب القرية السامن خاصة بعد الدعم الكبير من الدولة وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمران المنتخب تحفيزا للعبين للتتويج بالبطولة